اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله الله عليك يا نبي الله يا خاتم النبيين ويا سيد المرسلين يا أبا الزهراء محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا بنا رسول الله صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين صلى الله عليك يا شفيع المذنبين يا رحمة الله الواسعة ويا بابا يا نجعة الأم غريب يا مظلوم يا حسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزان عظيمة صرخيت علي النائحات وأعولت إن لم أنح للصارخات صارخات الجزعين هل أيام الندبة علي من تكون البكاء والعزاء علي من يكون اللي عنده في قلبه ولاء ويعيش القضية يواكب الركب الركب الحسين اليوم وين وصل أسرة الحسين وين صلوا اليوم وأنت أنسى كل شيء ولا تحس بوجود شيء إلا بهذا الرجل العظيم أنت بجواره علي بن أبي طالب وإذا عندك فتشيب صدرك حالة من المواساة فتفح لأمير المؤمنين هو المعزة هو المعزة اليوم هو المعزة صرخت علي الصارخات صارخات صرخت علي الصارخات إلا منح للصارخات الجزعين فلا عنس زينب لا والله إذ مشات وهي الوقور إليه مشيان مسرعي تدعو الأحزان ملء فؤادها والطرف يسرع بالدموع يا يال هم معي ماذا قالت أأخي ما لك عن بناتك معرضان وَالْكُلُّ مِنْ كَالْجَفَى مِنْ كَالْجَفَى مِنْ كَالْجَفَى مِنْ كَالْجَفَى أَأْخَي أَأْخَي أَنَ أَبِي عَلِي الْمُرْتَضَى أَنْ 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 أ أو هذا البيئة تترخص من الإمام أولاً ومن الغيارة ماذا تقول زينيب مضروبة آيان منهوبة آيان مأسورة آيان مسلوبة حتى الخمارة وبرقعي هأنعم جواباً يا حسين أمعتر شمر الخناب السوط كأسر أظلعي فأجابها وهو يفحص في الثرى قضي القضى بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتام وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي لما نحدي الحادي بودا يعين هادي لنزي أنبي تنادي بهونك يا حادي لا لا وين بين يتري قاطع فجوج يلبيد خاف الطري يجي بعيد والتعب يا أذين ريضي حادي ريضي حادي ريضي حادي بالضعان خلي الحرام يتوادي عين آي أخوتي اللي ظلت رهين فوق الرمال مدد مر وتهى وانعثر وصارت مناحة وضغبر اسمع زينب صاحة صاحة يا سبعي القنطر يعني صاحة عبايا سخويا صاحة يا سيو يبعي القنطر تنخي ويري دهي الصدوة وهي الطريقة ما للعرب الغيار قالت لبعد شنو يا عباس العذور عذور قلبك علي ما ينكسر تقبل الحمي تكبي الشمير نمشي يا سيو يا سيو يا سيو يا سيو لا والله يا زينب ما يقبله خود غيور قالت لالله عليك يا الحادي مربية مربية عليهم خليها شابهم وهي على نائقة مهزولة زينب مرت شالت شافة الحسين نايم على وجه جسد بلا رأس نظرت لالع القميب وفاضل نايم تقل ما كاني خطر على البال يا عباس تنساني تضلع للنهر نايم وامشي بيسر عدواني إذا عندك عبر هاي ساعت هاي ترى هو يوم البكاء اليوم العزاء ذن الايام عمي البكاء ذن الايام العلويات في طريقهم يعني ما ندري هما واحد صفر يدخلون الشام يدخلون المجلس مو يدخلون الشام يدخلون المجلس يزيد بن معاوية ويقال في الرواية إنه أوقفوهم على باب الشام إلى أن هيئوا البلدة يعني جزاً الأيام هم على المشارف والعلويات مربطات بالحبال بعد شلون أهيجك بيا مصيبة وإنت بجوار أمير المؤمنين شا تقل له بعد كأنه أنا ما أتكلم لك ولا أبين لك مصيبة وإنسى الناس اللي من حولك وعيش حالة من العزاء الحقيقي وكأن تشوف الإمام واتقل له مولاي أنا جاي أواسيك يا أبا الحسن اليوم أنا جاي أواسيك مولاي يا أمير المؤمنين اليوم بتك زينب ما أدر وين نزلت وين صلت وبعد شلون راح الطبوهية مخدرة يا علي أنت إذا أخذتها تريد تدخلها إلى قبر جدهة إذا أرادت أن تزور رسول الله يا أمير المؤمنين تطف القناديل خاف واحد يشوف طول زينب كونت شوفها اليوم مولاي وكلمات ويخوة تدقلهم ودعت الله رحت عنك بعد ما أكملت من العباس ودعت الله رحت عنك بحسر ولا شبعنا ودع منك أخويا مراني يا أبو علي يا أخويا مراني على جسمك ولنك عار مسل بمتر بمعفار الدور كونت احتذر من الحسين زينب اتقل العذر لالله العذر لالله وليأك منهاي لوان بيد يا أخويا حسين ترى مو بيد الخيار العذر لالله وليأك منهاي أخويا ترى مو بيد الخيار ترى مو بيد الخيار العذر لله وليك منها يبعلي يا أخو يعذرني ترى العذر لله وليتعدعك لو أنبيدي يا أخو يبقيت وياك أرد مقطوع صبعك لعد يمناك ولمك لا يضع جسمك يمطي يا شعار أخويا لا تقول ما عندك امرو ولا تقول ضيعت الأخو أنا ما خوذتني حسيان قوة عفتني يا أخو يبدار شلوة مولاي أبا الحسن عذرا مولاي أمير المؤمنين عذرنا نسمعك هذه الكلمات ما تدر الشمر عقبك السوى السوى أمير المؤمنين عليه السلام بنحتديتا في الظلماء وتسنمتم العلياء أهل البيت المؤمنين عليه الصلاة والسلام هم الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى الأدلاء الهدات فمن تمسك بهم وصل اللازم لهم لاحق والمتخلف عنهم مارك من تمسك ومن ركب والتجأ وكان كذلك آخذا من مدرسة محمد وآل محمد فكانت النجاة بالحقيقة قضية أن يكون الإمام نحن بجواره ونتأمل في كلماته الإمام روحي له الفداء يبين لنا شيئاً وإن بيّن لنا في كلام آخر أشياء أنه سلام الله عليه أن يتعبد الإنسان بطريقة يحاول يجتهد بها أو يأتي بطريق وضع له بغير طريق محمد وآل محمد فلا يصل لا يصل وهناك أدل على ذلك روايات وكذلك النصوص واردة كثيرة في هذا المجال لذلك الذي يريد أن يصل القضية ليس ملزومة أن الإنسان أن يجتهد في عبادة أو بطريقة وإن كثرت وحتى لو يريد يحاول أن يجعلها بصورة حسنة يعني من حيث نوعيتها جميلة بها خشوع بها خضوع بها كذا كامها أيضاً كثير لا مرفوضة ولذلك نحن نعلم أنه الشيطان والعياذ بالله لما أن طلب من الله سبحانه وتعالى قال استثنيني بس هي ركعة واحدة استثنيني من هذه الركعة من هذا السجود ato لهذا القول لا قال له أريدك أن تتعبد حيث أريد لا حيث تريد أنت مو بكيفة قضية ولذلك يشوف الإمام سلام الله عليه في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا المجال يقول جمعت أصحابه من حوله فما حد يسأل الإمام ما حد يتكلم كأن نطير على رؤوس القوم الإمام قال لهم لما لم تتكلموا ليش ما تسألوني استفيدوا من وجودي تظنون أني نبي لست بنبي أنا مو نبي وإنما أرتبط به برحم سألوني فماكو أيضا ما حد سأل فصار هو الإمام يسأل وهو يجيب قال أي البقاع أفضل وهو يجيب قال مك أفضل شيء فيها أفضل بقعة بعد حد دريد صغر الحرم المكه بعد إلى أن وصل بين الركن والمقاب قال أعلموا لو قام العبد ليلة وصام نهاره في هذا المكان حتى يلقى الله في رواية إلى يوم القيامة أو إلى أنوافاه الأجل ولم يأتي بهذه الكيفية قائم الليل صائم النهار ولم يأتي بولايتنا لم ينفح ذلك أبدا ما ينفع لا بد أن تكون العبادة إلها برنامج خاص طريقة خاصة طريقة العبادة بغير ما أن يكون دليلي محمد وآل محمد ما أصل أبدا هم الهدات شوفوا أمير المؤمنين في المقطع الأول يقول ترى هداية يعني آخذ بمعنى إراءة الطريق يراوين الطريق لأ يأخذون بأيديكم حتى يوصلوكم إلى بر الأمان إلى الطريق الصائب إلى المكان المنشود إلى ما يريد الله أي إلى ما يريد الله جدا مهمة إلها قيمة هاي العبارة شوفنا أمير المؤمنين له بعد كلام آخر في خطبة أخرى أيضا يبين بيها يقول إنه أحنا ذول أمة أهل البيت الأئمة سلام الله عليه يقول نحن هم الأدلة دليل الراية دليل راية الحق خلف فينا راية الحق دليلها مكيث الكلام بطيء القيام كلام لأمير المؤمنين سلامه يعني بيّننا أوصاف هذا الرجل اللي تريد تنقى وتريد تمشي وراء واللي وصلك لله تعالى ترى بي صفات أكو صفات كون تعرفها بيه يعني إنه أنت شو كنت تعرفه إنه هذا مهدي هذا يأخذ بيدي وهو أيضا من أمة الهدى شون أعرفه يقول الإمام إليه صفات صفاته شنه صفاته يقول مكيث الكلام بطيء القيام مكيث الكلام شنه يعني؟ كلمات أمير المؤمنين تحتاج بيام مكيث الكلام يعني مرتجالي ولذلك شوفوا لي هاي يعني قفوا عند هاي العبارة هاي الكلمة أو هاي الجملة لأمير المؤمنين هوايا نحتاجها بيه أيام نذن العيام شوفوا إنه تعرف أنت الإنسان ما أخذ من مدرسة محمد وآل محمد عليه مضو الله صلاة والسلام ولهذه المدرسة عندها برنامج عندها نظام مكيث الكلام مرتجالي يعني يعني ما يصرح تصريح إذا ما يعرف نتائجه عواقبه المصلحة اللي تترتب عليه بيه مفاسد له ما بيه مفاسد زين قدر المصلحة أيضا إش قد يكون كل هذا محسوب عنده عندما أن يريد أن يتكلم لذلك قوله كلامه مرتجالي مدروس قيامة أيضا قيامة مرتجالي ولذلك أنا وياك شنشوف الإمام عنوان يعني الإمام ما أقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا أقول الحسن ولا الحسين هذا العنوان العنوان مو الإسم العنوان الإمام بسبب مثلا قضية معينة ارتكب الناس مثلا في أيام فترة من الفترات جهل خيم على المجتمع جهل جعل سيف علي بن أبي طالب معلق على الجدار بسنين طوال بعدها الإمام شنو اختياره كان بهيس ظرف اختياره أن يعلق السيف ويجلس يكون جليس داره زين بعد ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه أو الإمام بعد ذلك اضطر الإمام أن يصالح مثلا مثلا العنوان عنوان الإمام أن يصالح في قضية معينة وبعدها لما أنرأى الإمام أكو دلائل وقراء وكذلك قضية مهيئة وأرضية حاضرة أن يكون الإمام يقوم فقام في كربلا الإمام الإمام ما نتكلم واضح العنوان فإذن أنا ماذا أكون أنا بالنسبة لي أقول إنه هذا الإمام هذا العنوان لو كان الحسين في زمان علي بن أبي طالب لصنع ما صنع أمير المؤمنين لو كان في زمان الحسن لصنع ما صنع حسن سلام الله عليه وهكذا بالعكس وهكذا بالعكس لأمير المؤمنين وللإمام المشتبى سلام الله عليهما فبالنتيجة من كان من كان يسأل لو بقعنا وياك نريد نجي نتجرد عن انتماءنا ونجي إلى قضية ونتكلم بمنطق الإنصاف زين ونريد نأخذ إن طريق هذا الطريق بينما بين الله أضمن فيه النجاة أضمن فيه النجاة أي طريق أسلو أجي أعرض نماذج طرق أعرض مدارس معينة وعدها برامج معينة وعدها أنظمة ودساتير معينة وأجي مني أريد أجي بعد وأكد بعد كذلك أكو قضية أكو فد أسلوب معين وسلوك التخذ يعني من أريد أجي وأنظر إلى سلسلة الإمامة وكذلك الخلافة المزعومة أشوف مثلا أنه أنا أردعتنا قد جرد عن عنواني وأريد أجي أتكلم بمنطق الإنصاف وألحظ أشوف مثلا أجي إلى حكم بني العباس حكم بني أمية أشوف خليفة يقتل خليفة يجي الإبن يقتل أبوه ويقعد بمكانه وهذا رضي الله عنه وذلك رضي الله عنه القاتل والمقتول كلاهما رضي الله عنهما وهكذا من ألحظ هكذا خاط يعني ما ما ممكن أن عاقل يقول أن القاتل على صواب والمقتول على صواب لابد واحد من عدهم على خطأ فبالنتيجة هذه مزعومة وهناك أيضا خط واضح ونشوف أيضا برنامج الإمامة الحسن والحسين سلام الله عليه تزامنا في وقت واحد يجون للحسين للحسين سلام الله عليه لأبي عبد الله الحسين يقول له الحسن صالح احنا من خلي إيدنا بعد ويد الحسن احنا وياك يا أبا عبد الله شنو جوابه شوف العداب شوف هذا البرنامج اللي بحيث إنه العاقل والمنصف من اللي يجي قلت لك ويتجرد عن عنوان شيخ تار يقولهم لا الحسين الحسن إمام مفترض الطاعة كما إنه إمام عليكم فكذلك أنا مأمور أن أمتثل لإمامة الحسن زين بتشوف أكو آداب وحتى بالروايات يذكر إن الحسن أو الحسين ما رؤية ما رؤية الحسين متكلماً بحضرة الحسن هاي الأداب هاي الأداب عد هاي الشجرة الطيبة زين ولذلك هم هدات شوف يأخذون الناس وين وصلوهم على وصف أمير المؤمنين يقول ترى للقمة بسببنا هدايتكم بسببنا وين وصلناكم التسنم تعرفون معنا سنام أعلى الشيء هذا أعلى الشيء شون الجمل سنامه سنام الجمل من سنام الجمل يعني قلة الجبل أيضاً سنام الجبل أعلى يعني كناية وإشارة إلى العلو والارتقاء والارتفاع شون هو مرات يعبر عن نفسه في باب إشارة إنه هو رجل في قمة في مكان عال ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي يطير زين هاي إشارة للعلو للارتقاء الارتفاع فالارتفاع هناك راح يصير هذا همير راد له ويتأمل لأنه أمير المؤمنين حتى لو ما يصرح فرضاً علي بن أبي طالب سلام الله عليه ونحن بجواره إن يقول ما قلبنا تسنمتم العليا ما وصلتم حتى لو ما قال لا إحنا نوصل ليش نوصل لأنه هو وين هو عبر عن نفسه أنا يقول ينحدر عن السيل انحدار السلمين ينحدر من القمم ومن العلو من العالي هاي هم إشارة للارتفاع ولا يرقى هاي المنطقة المكان اللي بيحث حتى الطير ما يصر ولا يرقى إلي الطير على هذا التعبير هم يحتاج أن يكون هناك تصريح تسنمتم ليش لأنه إذا كان بذاك المكان أمير المؤمنين خطابي المن لليم اتخذ المنهج للسائر على الطريق للي مخلي هاي الرواية نصب عينيه للي مخلي نظام وبرنامج علي بن أبي طالب إلى بعد كلام آخر سلام الله عليه اللي ممكن أنا أقول إنه نرتقي إلى ذلك المكان متى ما أنا أنا ألتفت بين ما بين الله خل شوف رواية ثانية يذكره هو سلام الله عليه يقول أسعد الناس أسعد الناس من عرف فضلنا هاي واحد وتقرب لله بنا هاي اثنين وانتهى عما عنه تهينا بعد وامتثل إلى ما إليه ومرنا أو ندبنا زين على هذه النقاط الأربع أنا بين ما بين الله أولا يحتاج لي أن أعرف حتى أحظى بالسعادة أسعد الناس أنا بعد ما أكمل ذي الرواية إش وقت أكملها لما أريد أقرر شيء أقرر شيء على النقاط الأربع أولان أريد أحظى بالسعادة يحتاج لمعرفة لأمير المؤمنين سلام الله عليه بعد هذه المعرفة للإمام سلام الله عليه وبين ما بين الله بعد المعرفة راح أعرف أنه هذا الرجل قريب من الله ذكر ذكر فضيلة من فضائله يترتب عليها أجر وثواب وغفران للذنوب باش راح يكون ذكر بنوع من أنواع القرب طح يولا فأنا أعقد الذكر بإسمه بعنوانه سلام الله عليه راح أتقرب لله تعالى هذا النوع من أنواع التقرب عدنا فعدة من الأمور اللي إنسان ممكن أن يتقرب لله مورد من موارد التقرب لله تعالى هو ذكر محمد وآل محمد وهذا ترى حتى هو مشروع أنبياء على مستوى أنبياء الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى يقول شلون يا رب شلون أخليهم يحبونك بها طريقة قال ذكرهم آلائي ذكرهم بنعمه من تذكرهم بالنعم راح الإنسان المنصف إذا أزدل عليك معروف واحد ويقدم لك معروف من باب الإنصاف أن أن تشكره على ما قدم إليك من ذلك المعروف وبالروايات من أفضل النعم اللي لابد أنا وأن نكون نتذاكر فيها وهي من النعم العظمى هم محمد وآل محمد هاي دعوة إراد الهدلين الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا يقول نحن نعمة الله التي من بها على عباده نحن النعمة فبالتذاكر لذكر منهج وذكر فضيلة وذكر أخلاق وأخذ العبر والدروس إن شوف إنه هذا ليس فقط فيه بيان لتهذيب أخلاق أو غيرها وإنما من باب حتى حالة من القرب بيها حالة من التقرب لله لذلك شيقول وتقرب لله بنا سلام الله عليه بعد أولاقي واحد يقول الآن أنتمي مثلا أو عندي تقصير في واجب هذا بأنفسنا بحضراتكم وحضرات الإمام العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه فإذا التقرب لله بهم وكذلك معرفتهم والإمتثال والإمتثال جديد صارت درجة يراد لها جهد يراد لها اجتهاد في عبادة يراد لها هوايا أمور هوايا أمور يراد لها زين فعلا يعني هاي إذا كانت المنية مثل كذلك لا يراد لها فإذا كلام كثير حسنا نريد نحملها على أي صورة لكن نقول إنه هاي لعله إشارة أن يكون معهم ولذلك يقول بعد في ذيل الرواية منا ذلك منا وفي دار المقامة معنا أنا همشي عندي هاي أريد هذا أردوصل لنا أردوصل أن أكون معهم في الدنيا والآخرة معهم في الدنيا والآخرة متى أن أكون معهم في الدنيا والآخرة أمير المؤمنين يقول إنه أنت من ارتقيته وصلت إلى مقامات ودرجات بسببنا إي والله هم زين هسا قلت لك إذا نريد ما ننظر ما نلحظ اللي الكلام أو إنه فرضا الإمام ما صرح هاي الرواية تكفي أن تكون انت ويام بعد أكو بعض أذكار ترى يعني إنسان أذكار يأديها وهي الأذكار وياها بعض الأعمال تؤدى يصل إلى مقامات يصل إلى درجة عالية ولذلك أقرأ رواية يذكرها صاحب كامل الزيارة الشيخ ابن قولويه القمي عندما أن يبين أو يتكلم يذكر رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يخاطب ريان بن شبيب شيء يقول له يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك يسرك أن يكون لك كما لمن قتل مع الحسين بهذا المؤدى كما لمن قتل مع الحسين فقل متما ذكرته يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنْنَفُوزَتْ فَأُوزًا عَظِيمًا هذا توصل توصل ترتقي تصعد يعني تصير وياهم هناك ويا حبيب ويا زهير لا والدليل أسه هذا جابر بن عبد الله الأنصاري هم صرح بهالكلام هذا عطي العوف يقول له كيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم شون وأنا وياك ماكو قال له سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب قوما أشير معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم فاللهم إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحاب الحسين فهس السامع الكريم والزائر الفاضل إن شاء الله أنا وياك هم نيتنا على نية جابر بن عبد الله الأنصاري نيتك على نية جابر زين هذا جانب جانب آخر الإمام الصادق هنبين إنه شيء نريد نوصل نرتقي نتسنم نهتدي بيهم الإمام يقول نعم القضية ما انتهت ولذلك بالزيارة شي يقول لبيك داعي الله خو ما موجود في زمانة أنا أنا مو بزمانة إذن هاي التلبية شنو شي تعبر عنها هو الدور رحيبين يقول لأنا لبيك داعي الله لبيك داعي الله إن لم يجبك بدني ها يعني ما موجود عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فلقد أجاب سمعي وبصري هسا السامع بعد شو أن تنصر الحسين في جانب السامع هذا الجلوس والاستماع أنت من تريد تسمع منهج فكر أحد وتحاول أن تكثر السواد للاستماع لقضية معينة هاي نصرة نصرة زين لهاي القضية ولصاحب القضية أما قضية أن تكون العين تنصر شلون إذا ذكر الحسين أي عين تصون دموعها صون احتشامي بكته الأنبياء وليس ببدع بأن تبكي الكرام على الكرامي يا أبا عبد الله إذن هنا ارتقاء تريد تسنم العلياء هاي النطبة والبكاء على سيد الشهداء من المقامات ترى درجة البكاء وهم إليه شايفين إتوا يقل له يقل له وعلى الأطاهب وعلى الأطاهب من أهل بيت محمد وعلي فليبكل باكون وعلى مثلهم فلتذرف الدموع شوف الدرجات البكاء وليصرخل صارخون وليضجل ضجون وليعجل آه هاي مراتب هاي درجات صراخ هاي هاي كلها درجات من البكاء وهذه أيضا موارد النصرة لأبي عبد الله وإذا أذكر لك مصيبة أنا بعض أنت شدون تحبس عبرتك ودمعتك لما نقل لك اليوم مثلا في ذلك الطريق الطويل هاي وحدة من العلويات نامت على ناقة نامت على ناقة تعثرت تلك الناقة فسقطت لما أن سقط صارت تنادي يا أهل الأضعار قفول اليتيمة وفي الرواية يقال اقتلع الرامح من يد حامل أيه وثبت في الأرض وصار ينظار إلى الجهة التي وقعت فيها تلك اليتيمة أخبروا زين العابدين بالآخر قال ذنوا لعمتي زيناب أن تفقد النساء والأطفال أخ لما نسمع شبل حسين سالت دمعت على الخد يحاجيهم ونار حشا من الخبر تتوقع إيش قال لهم قال لهم روحوا شوفوا الرأس وين ينظر شوفوا رأس أبوي وين ينظر يقول لهم شوفوا رأس الحيايد الياكتر والمن صيد ترى يرعها عياله شوفوه اشتراواله والله وغيره للحرم محايد من سمع وحش السجايات راح وبعيد بالبار والله ولن طفلة تصيح بصوت طفلة تصيح بصوت روح راحة من الحار يا أبوي حسين تانوني على أفراقك بعد مقدار يا أبوي حسين تانيني يا أبوي العطش ماذيني يا أبوي الرمل يتشويني يا أبوي يا أبوي يا أبوي من العطش يا أبوي يتفط وهي هي نفسها الطفلة من جابوا لها الماء أي الطفلة اللي هي رقية جابوا الماء للعيال وكأن يكون رقية طلعت لذاك الساقي قالت له إما أن تذهب معي إلى رأس والدي وإن لا فارجع لنريد معا رقضت رقاعي يا على السقايا وقالت إجي في السقايا لو تأخذ الماء وتري يد لو للرمح تمش ويا الرمح اللي علي رأس أبوي لو توصلني أما لو ما رد ما يك رجع هاليوم ثالث والدي عشان ما شارب ماي أغرف لبي شفوف العذيب بل شن أروا وغليل تغري 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 الماء ولم شايت من شفوف ها يتبدي تغري ما ينبو ها ويلسق تجيب الدرب وترد طفلة وغصين من العطيش ذبلان مثل الورد ومن وصلتي ذاك الرماح جلت عليها الحيلة الله عليك شوف لهذا المشهد يا أبا الحسن مولاي أمتى المعز بيدها الماء وتشيلت لي توصل الراس الحسين ما تقدر ما وصلت الربع الرمح كل ما تم د د ها بالخزر نتعلم القياد تحن الرمح ما بي حاولت يا ما حاولت رفعت شعب رجلي والراس يتم يلغد ويبش لها وتب شيل يب وعلا بتشعر رموح ظل ينحني ويتطو من شعف هده لعنه وقامت تقوم وتهو حتى بعد وات وصلت بل شن بجا يمر ويا ينزلي الراس من الرمح تشرب العذب ويشي لي يشل لان يرق يشل بون وإذا بهيم لما أنا أركبهم على تلك النياق يعني هالأيام ما عندي ندبة إلا النياق والسبي لأنه أعيش المصيبة وأريد كذلك السامع الكريم كن يوصل إلى مرحلة يتفعل لي الموقف وكأنه العلويات وعلى نياق هزة آخ بس من مروا بالأعيال مروا والحادي قال الهزينب تنخين أخوتش العباس طلعت من المدينة ويا أنت بعد ما تشوفين يا زينب بعد ما تشوفين طلعت ورايا على راس من المدينة هاي الرايا بعد ما تشوفين يا زينب إيش قال لها الحادي يا لبيات دينة نوق السبيل ولا بد تروحين عليش يعطي إليش نظرة أخيرة تلت عنش عتاب والمدمع موج غرق من الخجل بدر العشير رفيف رفيف راية راية العباس كانت على راس بعد ما كو رفيف راية بطل والهو نوح عبات اشرف وصارت وصارت سفيرة يقيدونج علي لمن يضربو فاطم انت وظلوع كسيرة يا زينب يمين بين الهزيل ومحمل الضيم اقطعت الدرب من دير ال دير اخ اش تذكرين يا زينب تقول اذكر صورة من جيت من المدينة العباس بين الحين والاخر ينزل يعدل الهداية حتى الحسين سأله قال لأخويا ليش تنزل حسين عباس ليش تنزل ايش قال قال يا يا اخو يا نازل تدري بخ تنام الهداية الليلة ما تي يحمي لي الظلي هضم فطن رات على العزو العلو قلو لأ ابو فاضل راتك يا عباس يتحضر يا مي طلعت من كير بالو من رخصة الغيارة من رخصة ما تستور وجه هتفو فهو والدو يمع الخادس يلع هتفو هو لرا دا تي الناق يتعثر يضرب خوو تك حير مالع ترى لأرادة ناقة عثار يضرب خواته حرم له لذلك العباس يقلها بهالذيت يقلها زينب يا زينب يا ما تدموعت صحت له صحت له وعتبع اللذزن وودي صحت له الشمير لما انضرب متنج صحت له ترصيح الماصح تبقى طعدي أحمى الضائعات بعدك ضعنا بيد النائبات حسر بوادي إلهي وربي وسيدي ومولاي أتوسل إليك بأحب خلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر